أهلا بكم من جديد قدم رئيس السيسي تحية لرجال القوات المسلحة وكل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث وأكد الرئيس السيسي أن العلاقة بين الشعب والجيش تعد أمرا مقدسا وضامنا للأمن الوطن واستقراره فيما وجه التحية إلى أرواح الشهداء التقديرا لتضحياتهم بحياتهم لحماية الوطن ومن هذا المقام كمواطن مصري وكرئيس لمصر وجه تحية يملؤها الإجلال والاحترام إلى كل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث وتحية يملؤها الفخار والاعتزاز للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة العسكرية الوطنية التي أتشرف بأن أكون ابناً من أبنائها وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي وحسن هذا البلد الأمين وحام مقدرات شعبها العظيم وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش بإذن الله أمراً مقدساً وضامناً أبدياً لأمن هذا الوطن واستقراره وتحية من أعماق القلب إلى أرواح الشهداء أبطالنا الذين منحون حياتهم ذاتها كي يحيى الوطن حراً كريماً مستقلاً ترجمة نانسي قنقر